افتتح وزير التنمية المحلي هشام أمنا يرافقه وزيرة التخطيط هالا السعيد ومحمد عبدالفضيل شوشة محفظ شمال سيناء المركز التكنولوجي بديوان عام محفظة شمال سيناء كما تم افتتاح المركز التكنولوجي بمدينة العريش ومركز اصدار ترخيص المحال العام بمدينة العريش بجانبي تفقد الورش الصناعية بالمدينة الحرفية بحي المسعيد بالعريش وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات